الطهر برجوج من بين العصاميين القلائل في ولاية وديسوف بعد أن أطلق مشروعه الخاص في الاستثمار في النباتات النادرة المزيد في هذا البرمج هنا في هذه الأرض المبسوطة وسط الرمال الصحراء بمنطقة أمطيور التي تعرف بأرض الكفاح والجهاد نشأ الطهر وعمل على مواصلة مسيرة أجداده بطريقته الخاصة وهي الجهاد في الأرض وغرس الأشجار الطبية والنادرة نحن في بلدية المنطيور بلدية الشهداء أبانا وجدادنا بحرها وخدموا كفاح كبير نحن نواصل بمكافحة الاستعمار فينا وكانت تسمى الأوراس الثانية نحن بطبيعتنا نكمل المسيرة هذه إن شاء الله ورانا في خدمة الأرض حتى هي رانا في جهاد كبير معها بحكم العائلة في الأحية والمنطقة في الأحية كل العائلة في الأحية نحن ندخلوا هذا الميدان هذا لأن الإنسان يجد راحته فيه ونحن نطور في هذا الميدان هذا بزيادة عن النخيل يعني الزراعة الاستراتيجية هي النخيل حبينا ندخلوا عليه حوج أخر مثال مثال في هذه الأعشاب الطبية في هذه الأشجار هذه اللي نجم منها الأدوية وبعض الأعشاب يعني المنتوجة الصيدلانية النباتات العطرية والطبية نوع من الفلاحة التي تتطلب تعمقا كبيرا لتوفير شروط نجاح كل نبتة ومعرفة استعمالاتها الأمر الذي جعل الطاهر مقصدا ومزارا من كل أرجاء الوطن وخارجه الحقيقة في الأنشاطات هذه اللي قمنا بها يعني بها الزراعة الجديدة هذه المنورينغا والكينوة والكولزا والأشياء كاملة هذه الحقيقة يعني عرفتنا بالجزائر كاملة يعني جزائر كاملة زارتنا في المزرعة هذه الحمد لله هذا شرف كبير لنا حتى من الدول يعني أجنبية يعني من تونس من أخوة من العراق ثاني من فرنسا يعني كل زارونا هنا لتعرف على المشروع هذا ولا على الفكرة هذه الأفكار اللي رأيها عدنا هنا حاجة أخر أن أخلاق يعني درنا نشاط جديد في المجتمع يعني في المجتمع بالنسبة للمورينغا يعني يعني حتى هي والكينوة والأمور هذه كاملة يعني فيها بعد خدمة منزلية يعني حتى المرأة الريفية يعني فيها حركية كبيرة بالنسبة للمجتمع وحتى الأشجار اللي رأيها منتجة عندنا هنا بعض الحقيقة أشجار غير موجودة في أي مكان يعني رح يجدرونها ومطيوري عنا عدت معروفة بأشجار مثل النيم مثل المورينغا كين أشجار موجودة اللي لها عدنا احنا احنا عرفنا بالمنطقة تعنا كاملة وحتى بالجزائر يعني كينها طلبات حتى من ليبيا منتون نسمنا عن الأشجار هذه اللي رأيها عندنا والمنتجات اللي رأيها عندنا تحفيز مثل هكذا فاللحين وجلب مزارعين شباب لخوض تجارب ميدانية في مجال غرس الأشجار الطبية والنادرة هو أمر ضروري لتوسيع هذه الفكرة خاصة وأنها لا تزال نادرة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر